السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا حبيب اعمليني يا رب تكونوا بخير معكم مستر ابراهيم السيد ان شاء الله هنعمل مراجعة سريعة لسنة ربعة ابتدائي على منهج الدين اللي متحن ان شاء الله اللي عليهم بكرة بإذن الله في الله بنا كده هنعمل مراجعة سريعة ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم واحد علم الله الأسماء كلها للملائكة طبعا غلط رقم اثنين أرسل هود أرسل هود إلى قوم عاد صح رقم ثلاثة والشمس وضحاها نوع اللام في الآل كريمة كمرية طبعا غلط يا لام شمسية أصلح الرسول صلى الله عليه وسلم بين القبائل المتنازع عند بناء الكعبة صح رقم خمسة من نواقض الوضوء القيء الكثير صح عندي بعد كده رقم به تخير الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات رقم واحد صوت يمطق قنون الساكنة ويخرج من الخيشون طبعا هو التنوين عندي بعد كده صاحب دار كان يجتمع بها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الأوائل هي دار الأرقم عندي بعد كده رقم ثلاثة من فرائد الوضوء مسح الرأس رقم أربعة من كتب الأنبياء والرسل عندي الزبور رقم خمسة توفي جد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان عمره نقط سنوات سمانية سنوات رقم جيم سل من المجموعة الأولى ما يناسب المجموعة الثانية رقم ألف هود عليه السلام هو نبي مرسل إلى عاد رقم اثنين غار حراء هو المكان الأول لنزول الوحي رقم ثلاثة آدم عليه السلام خلقه الله بيديه من طراب رقم أربعة لما بلغ الرسول ست سنوات توفيت أمه رقم خمسة أصحاب الكهف هم فت يا أمانه بالله الواحد طيب عندي بعد كده رقم ده لي يقولك اقرأ ثم أجب قال الله تعالى واتيني ونقط وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا نقط في أحسن تقويم اكتب المحزوف طبعا هي واتيني والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بها نضيف والزيتون والإنسان طيب عندي بعد كده يجي يقول لي ما المراد وطور السينين والبلد الأمين طور السينين هو جبل الطور بسيناء والبلد الأمين هي مكة المكرمة طيب عندي بعد كده كيف خلق الله البشر خلقهم الله في أحسن صورة وأفضل شكل وأنعم الله عليه بكثير من النعم كالبصر والسامع والعقل يقول لي بعد كده أجب عما يأتي كيف نشكر الله تعالى أن خلقنا في أحسن صورة بالحفاظ على أجسامنا وحواسنا فلا نستخدمها إلا فيما يرد الله تعالى رقم به بما أقسم الله تعالى في صورة التين هنقول له أقسم الله تعالى بالتين والزيتون وبجبل تور سيناء الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام وأقسم بمكة مهبة الوحي طيب ندخل في الاختبار الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة خلق الله الملائكة من نور صح يوجد الحجر الأسود في الركن الشمال الشركي للكعبة غلط توفي جد الرسول وافل خامسة من عمره غلط من فرائد الوضوء النية ومحلها القلب صح كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يجتمع بالمسلمين أثناء الدعوة السرية في ضرق أبي بكر طبعا غلط عندي بعد كده رقم به تخير الإجابة الصحيحة خلق الله الملائكة نقاط خلق آدم قبل أن يخلق آدم رقم اثنين المد وحدة للقياس بساوي نقط نقوله أربح حفنات رقم تلاتة دخل الفتية الكهف نقط للاختباء فيه رقم اربعة الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاز مخصوصة ده الأزان رقم خمسة أرسل أهود عليه السلام إلى قوم عاد عندي بعد كده رقم جيم يجي قولي صل من المجموعة الأولى ما يناسب المجموعة الثانية الاستنجاء نقوله هو غسل مخرج البول والغائد بالماء حدوث الليل والنهار لدوران الأرض حول نفسها أثناء دورانها حول الشمس من مصادر الماء النجس ماء الصرف الصحي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة السرية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم طيب عندي بعد كده يجي قولي رقم دالب اقرأ ثم أجب قال الله تعالى ألم نجعل نقط مهادة والجبال نقط وخلقناكم أزواجة واجعلنا نقط سباتة يجي قولي لك اكتب المحزوف من الآية طبعا هنقوله ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجة واجعلنا نومكم سباتة يجي قولي من مقصود بمهادة وأزواجة مهادة هي ممهدة للسير عليها وأزواجة هي الزكر والأنزة رقم ثلاثة وجوهن يومئذن خاشعة حدد الإظهار وحرفه طبعا وجوهن يومئذن خاشعة يبقى هنا الإظهار هنا حرف الإظهار الحلقي اللي هو الخاء خاء خاشعة ماشي عندي بعد كده رقم هي أجب عما يأتي يجي يقولي ما أهم الكتب التي نزلت على الأنبياء طبعا الزبور نزل على سيدنا داود الصحف نزلت على سيدنا إبراهيم الطورة نزل على سيدنا موسى الإنجيل نزل على سيدنا عيسى القرآن نزل على سيدنا محمد ما الأشياء التي ميز الله بها الإنسان على سائر المخلوقات ولماذا ميز الله الإنسان على سائر المخلوقات بالعقل للتمييز بين الحق والباطل عندي بعد كده الاختبار الثالث يجي اللي ده علامة صح أم خطأ رعى الرسول صلى الله عليه وسلم الغنم ليساعد عمه صح أهلك الله قوم عاد بريح سلسل نعاتية صح من سنن الوضوء مسح الأزنين صح عدد فتية الكهف خمسة وكلبهم السابع غلط من آداب دخول الخلاء قول غفرانك غلط رقم به تخير الإجابة الصحيحة سجدت الملائكة لآدم تنفيذ الأمر الله يختلف البشر فيه بصمة اليد الوقت من مغيس الوقت من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل هو وقت صلاة العشاء خلق الله آدم عليه السلام من طراب كانت مردعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حليمة السعدية عندي بعد كده رقم جيم يجي يقول لي صل من المجموعة الأولى ما يناسب المجموعة الثانية طلح ابن عبيد الله من الرعيل الأول للإسلام الإصرار الصلاة بصوت خافت استقبال الكبلة من شروط صحة الصلاة الأحقاف مكان سكن قوم عاد بهادية بني سعد المكان الذي نشأ فيه الرسول رضيعة اقرأ ثم أجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله نقط وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر نقط وشر اكتب المحزوف وطبعا هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر ما المرب بكتبه واليوم الآخر كتبه هي الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء السابقين واليوم الآخر ويوم القيامة ما شروط الإيمان كما وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله والملائكة وكتب الله المنزلة على أنبيائه وبالرسل أيضا ويوم القيامة والقدر خيره وشر يقول لي بعد كده أجب عما يأتي ما الحكمة من إرسال الرسل إرشاد الناس إلى الصواب والدعوة على عبادة الله وحده أذكر بعض فوائد الماء كما جاءت في القرآن الكريم طبعا بنشرب منه يبقى الشرب وزراعة النباتات والتطهل طيب كده بنكون حلينا ثلاث اختبارات مراجعة عامة على الدين راجعوهم كويس الاختبارات دي ان شاء الله يجي منها الامتحان بإذن الله ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة واستنونا في مراجعات باقي المواد كان معكم مستر ابراهيم السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته